نقترب أكثر من التفاصيل وينضم إلينا شبكة مراسلين من بنسلفينيا كينانا الشريف ومن فرجينيا عمر محمد وكذلك من لحين جهزية عمر بشير من منشيغان أبدأ معك عمر محمد الآن أنت في بنسلفينيا في فرجينيا عفوا كيف يبدو الأجواء في أي وقت من المتوقع أن تفتح سناديق الاختراع في الولاية حيث أنت والجو العام طبعا حتى قبل فتح السناديق كيف يبدو الآن أهلا داليا بالفعل انطلقت الانتخابات في الساحل الشرقي وبولاية فرجينيا وكما ترون حشود المصوتين الآن في فرجينيا في مدينة أليكزاندريا المفاجئ هنا صراحة في هذه المدينة هذه المدينة بغالبية ديمقراطية لكن وجدت أن الكثير من الجمهوريين حضروا وانتظروا يوم الاقتراع المباشر للتصويت هذا اليوم رغم برودة الجو أول الحاضرين طبعا بعد طاقم الغد وصل قرابة الساعة الرابعة وأربعين دقيقة فجرا وكما تشاهدون الآن الأجواء باردة وأيضا معتمة لكن الأمريكيون في هذه المدينة وبالولاية بفرجينيا كانوا حريصين على الإدلاء بأصواتهم على المستوى الوطني في الولايات المتحدة أغلق رسميا يوم أمس الاقتراع المبكر إلا أن وصول البطاقات عبر البريد للعديد من الولايات في مقدمتها بنسلفينيا وميشيغنسا يستمر لأيام أخرى بعد الاقتراع المباشر يعني أن الأمريكيين سيكسرون حاجز المائة مليون بالاقتراع المبكر وهذا رقم تاريخي الرئيس الأمريكي كما ذكرت يتوقع فوزا رائعا وكبيرا وقال أنه بالفعل بالاقتراع المبكر حقق نتائج كبيرة في ويسكانسن وفي ميشيغن وفي بنسلفينيا وفي ولايات أخرى وفي لوريدا طبعا تحدث عنها بالتأكيد ولاية فرجينيا أي الفريقين الديمقراطي أو الجمهوري أعطت أصواتها في الانتخابات السابقة نعم فرجينيا أعطت أصواتها في عام 2016 لهيلاري كلينتون هذه الولاية أنحت منحا ديمقراطيا خلال يعني العقد الأخير العقد أو العقدين الأخيرين فلهذا يتوقع أن تكون أصواتها حسب استطلاعات الرأي للمرشح الديمقراطي جوزيف بايدن إلا أن في أرياف هذه الولاية كانت جهود كبيرة لحملة دونالد ترامب مواجهة حملة جو بايدن على الأقل هم يريدون أن يحققوا مكسب ليس فقط في انتخابات الرئاسية لكن أيضا بالنسبة لانتخابات الكونغرس الموازية بالنسبة لمجلسي الشيوخ وأنه في هذه الولاية لتعزيز سلطات الجمهوريين وسلطة الرئيس التي تحتاج إلى دعم كبير داخل الكونغرس الأمريكي لتبرير العديد من القرارات أو القوانين ومشاريع القوانين داليا ابقى معنا عمر سنتحول الآن إلى كينانا هي الآن في ولاية بنسلفينيا لكن كينانا قبل أن أبدأ معك بسؤالي دعينا نرحب الآن بزميننا في ميشيغن عمر بشير انضم إلينا الآن أرحب بك عمر أعود إليك كينانا بنسلفينيا كان يركز عليها في الفترة الأخيرة من حملته الانتخابية جو بايدن كثيرا إلى أين تتجه الأهواء في بنسلفينيا من خلال دردشاتك طبعا نعم داليا طبعا هذه الولاية في بنسلفينيا هي ولاية منقسمة إلى نصفين أكبر مدينتين فيها فلادلفيا وبيتسبرغ ديمقراطيتين يعني بيجادارة ولكن باقي المدن في هذه الولاية هم مزارعون هم ريفيون هم يريدون ترامب يعني بالأمس عند وصولي إلى هذه الولاية مررت بمدن زراعية كثيرة التصويت واللافتات كانت كبيرة لحملة ترامب كان قليل جدا لحملة بايدن ولكن منذ وصولنا إلى فلادلفيا والآن الساعة السادسة صباحا هنا لا يوجد الكثير من طوابير الانتخابات كما في المدن الجمهورية هذا المركز الانتخابي هنا فقط بضع أشخاص ينتظرون أمامه للتصويت هذه المدينة التي شهدت عنفا في الأيام السابقة بسبب مقتل شخص أسود هنا الشرطة حذرة كثيرا هذه الولاية قد تكون هي الفيصل في اختيار الرئيس ترامب كان بالأمس هنا عقد كذا بسبب الانقسام هذه الولاية ستكون هي الولاية غالبا التي ستقرر فوز الرئيس وهي الولاية المنقسمة إلى نصفين بسبب تواجد الديمقراطيين التقدميين بسبب وجود نسبة كبيرة من أسود في فلادلفيا وهم يريدون بايدن ولكن بالمقابل المزارعون هم جمهوريون هم يصوتون لترامب هذه الولاية يوجد فيها موضوع التكسير الهيدروليكي الذي قال بايدن سابقا وحملته أنه سيحضره بسبب التوجه إلى استخدام الطاقة النظيفة وقبل يومين قرر ترامب قرار تنفيذي وقع على قرار تنفيذي بمنع وقف التكسير الهيدروليكي واستكشاف مواطن النفط والغاز وهذا ما يخشاه الكثير من العمال من أن يفقدوا وظائفهم فبالتالي قام بايدن قبل ذلك غير توجهه وقال أنا لن أقوم بوقف تكسير الهيدروليكي وأنا حريص على أعمال الطبقة المتوسطة لكن هذه المدينة فلادلفيا وأيضا بيتسبرغ تحولت في الفترة الأخيرة بالدعم الكبير للديمقراطيين بشكل كبير جدا انقسام عالي في هذه الولاية لنقول أن هناك أيضا من المدن الصناعية وولايات حزام الصدى كانت من الولايات التي فيها تصنيع كثير ولكن في العقد الأخير توجهت إلى بسبب موضوع البيئة والطاقة النظيفة الكثير من خسروا أعمالهم حتى ولاية ميشيغن من الولايات المفترض أنها المصنعة الأولى للسيارات خسر الكثير أعمالهم ووظائفهم وترمب يتعهد بإعادة هذه الأعمال وإعادة هذه الوظائف لذا ستكون أيضا ليست فقط بنسلفينيا ستكون ميشيغن أيضا من الولايات الحاسمة في اختيار الرئيس يريد الديمقراطيون إرجاعها إرجاع ولايات الجدار الأزرق العمل بكثافة هنا لاستمالة الناخبين أكثر أيضا بايدن سيكون اليوم هنا في سكرانتن مسقط رأسه سيتوجه إلى هنا اليوم مساء وبعد ذلك سيعود إلى ولايته ديترويت القريبة جدا والمحاذية لبينسلفينيا إذن من بنسلفينيا والتي يسيطر عليها كما فهمت من كنانا هذا الانقسام البادي بين الجمهوريين والديمقراطيين إليك عمر في ميشيغن ميشيغن من الولايات التي زارها ترامب خلال حملته الانتخابية كثيرا أربع مرات زار ترامب ميشيغن التي منحته الفاوز في انتخابات 2016 عمر كيف تبدو الاتجاه اليوم إلى أين تتجه البوصلة في المشهد الانتخابي في ميشيغن؟ نعم يعني بداية ترامب زار ميشيغن أربع مرات في أسبوع واحد وتسع مرات منذ بداية العام وهذا معدل كبير للزيارات يعكس أهمية ولاية ميشيغن بالنسبة للجمهوريين الذين انتزعوها في الانتخابات الماضية من الديمقراطيين الساعة الآن السادسة صباحا هنا بالتوقيت المحلي ما زال أمام الناخبين ساعة من الوقت كي تفتح صندوق الاقتراع الصندوق سوف تفتح بعد ساعة من الآن ويتم إغلاقه عند الساعة الثامنة مساءا بالتوقيت المحلي هذا الفتح المبكر في عموم الولايات المتحدة الأمريكية يأتي كتلبية لرغبة الراغبين في التصويت قبل الذهاب إلى مؤسساتهم وإلى أعمالهم على أي حال استطلاعات الرأي تضع جو بايدن في المقدمة بفارق مريح عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى ثماني نقاط ونصف لكن الخطوة التي يعتزم ترامب على تنفيذها اليوم وهي إطلاق صراح رئيس بلدية أو المجلس البلدي في مدينة ديربورن كيل باتريك اليوم وهذا المتهم بثمانين وعشرين معاقب بثمانين وعشرين عام سجن قضى منها ثمان سنوات بتهم الفساد هذا الإجراء سيؤدي إلى وفق رؤية الجمهوريين إلى أن يقوم أصحاب البشرة السوداء في ولاية ميشيغين وفي مدينة ديربورن وهم الأغلبية هم أكثر السكان هنا من أصحاب البشرة السوداء هذا سيؤدي إلى أن ينتخب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا إجراء واضح أنه في الدعاية الانتخابية هذا الشخص متهم ومسجون لمدة ثمانية وعشرين عام وعندما سجن كان أصحاب البشرة السوداء ينتقدون هذه الفترة الزمنية وليكن متهما بالفساد لكن أن يعاقب لمدة ثمانية وعشرين عام هذا رقم كبير الآن ترامب يريد إخراجه من السجن قبل ساعات من اليوم الكبير في الانتخابات دعاية انتخابية لرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن تضعياتها سوف تتضح عند إغلاق الصناديق وعند فرز النتائج على يتيحال أيضا حاكمة ولاية ميشيغين ويتمر الديمقراطية طالبت المؤيدين لجو بايدن بتكثيف المشاركة والتصويت للمرشح الديمقراطي وأكدت أن هناك مجموعات سوف تقوم بحماية المتوجهين إلى نقاط التصويت نظرا من الخشية من بعض المسلحين أو التهديدات التي من الممكن أن يقوموا بها لتعطيل عملية سيري ووصول للناخبين إلى مراكز الاقتراع ولاية ميشيغين وحاكمة ميشيغين قبل فترة أصدرت قرار بمنع دخول المسلحين إلى صناديق الاقتراع إلى مراكز الاقتراع ومنع التواجد في محيط مائة متر من هذه المقرات خوفا على سلامة الناخبين وكي ينالوا الحرية المطلوة في اختيار مرشحين ولكن القضاء ألغى هذا القلار وبالتالي يستطيع المسلحون أن يدخلوا بسلاحهم الشخصي إلى داخل المقرات الانتخابية وهذا إجراء يراه الديمقراطيون يهدد سلامة وميول ورغبات ناخبيهم عندما يتوجه إلى صناديق الاقتراع بينما يؤكد الجمهوريون أنه حق طبيعي ويسعون في دعايتهم الانتخابية على الحفاظ عليه ألا وهو حمل الأمريكيين للسلاح بسهولة والوصول إليه بسهولة كل من يتجاوز 18 عام يستطيع أن يذهب ويشتري السلاح من أي مكان وهذا موجود الدعاية الانتخابية للجمهوريين بينما الديمقراطيون يسعون إلى وضع بعض القيود لصعوبة وصول السلاح إلى الجميع إذن دونالد ترامب سيحاول أن يخطب اليوم ود الناخبين في ميشيغان عمر ابقى معنا سيتحول بتفصيلة التأمين المحيط الانتخابي في الولايات الأخرى أبدأ معك عمر محمد لو تعطينا نظرة عن الشكل التأميني في ولاية فيرجينيا الآن ذكرت لي بأنه بدأ التصويت على رغم أنه الجو بارد جدا إلا أنه هناك عدد من المصوطين من خلفك لو تصعرض لنا بالكاميرا كيف تبدو الأجواء التأمينية لمكان التصويت نعم بالنسبة لمكان التصويت الأجواء هنا في ولاية فيرجينيا دعيني أقول أنها أجواء أقرب منها إلى الوادعة خاصة هذه الفرجينيا فيها قوانين مهمة في إطار الأمن أتحدث هنا عقوبات مشددة هذه الولاية تعتبر من الولايات الأمنة على العموم خاصة المدينة التي أقف فيها هنا مدينة أليكزاندريا الإجراءات الأمنية هنا إجراءات طبيعية قد تختلف بالمرة عن العاصمة الأمريكية واشنطن التي سنذهب لها بعد قليل إغلاق وجهات المحلات والشركات بألواح خشبية انتشار لافت لقوات الشرطة وأيضا انتشار للحرس الوطني في بعض الأطراف منعا لحدوث اضطرابات فيما لو جرى الحديث لا ربما عن إعلان مبكر لنتائج الانتخابات هذه الولاية على العموم هي ولاية مختلطة جمهوريين وديمقراطيين تميل نحو الديمقراطيين أكثر إلا أن المدن وهذه المدينة بالتحديد صوتت بكثافة عالية أكثر من 70% خلال عام 2016 لا يتوقع أن يكون هناك تغيير كبير بمنح هذه المدن لكن لربما الولاية قد تنحى منحا آخر على الأقل باتجاه الكونغرس الأمريكي الشيوخ والنواب عمر سنتحول الآن إلى كنانا من بنسلفينيا ذكرت لي كنانا بأن المشهد الانتخابي في بنسلفينيا يغلب عليه الانقسام بشكل كبير كيف يبدو ذلك من حولك ولماذا يراهن عليها بشكل كبير في من ستعطي أصواتها للفائز نعم داليا بالنسبة للمشهد الانتخابي في مدينة فلدلفيا وهي أحدى المدن الكبيرة والتي كانت عاصمة الولايات المتحدة سابقا كما قلت لك سابقا هي ديمقراطية الهدوء حتى هذه اللحظة غالب جدا لا يوجد الكثير من عناصر الشرطة يوجد فقط بشكل طبيعي جدا لا يوجد انتشار لحرس أو ما شابه لا يتوقع الآن مثلا في الصباح أو أثناء الانتخاب أن يكون هناك أعمال عنف أو أعمال شغف في هذه المدينة تحديدا قد تكون بعد إعلان النتائج لسيما أن بنسلفينيا ستقوم بفرز الأصوات التي وصلت بعد الثالث من نوفمبر يعني قد تتأخر في إعلان نتيجتها بنسلفينيا وهذا ما يزعج الحزب الجمهوري كثيرا لا ننسى أن هذه الولاية لديها عشرين مقعد انتخابي أي الفوز بها يرجح كفة الرئيس بشكل كبير جدا إذا ما فاز بالولايات الأخرى الديمقراطيون كانوا لا يخافوا من خسارة هذه الولاية وخسارة ميشيغن وويسكنسن ولكن بالرغم من فوز ترامب في الانتخابات السابقة بفارق ضئيل جدا وأنها ستكون ساحة معركة كما يسميها الإعلام الأمريكي هي إحدى ساحة المعارك التي يريدون الفوز بها هي عشرين مقعد ميشيغن أحد عشر مقعد بمجرد أخذ هذه المقعد مع بعض الولايات الأخرى سيكون الرئيس وستعلن نتائجه بشكل سريع ولكن تأخر فرز الأصوات بأمر من المحكمة العليا سيكون له أثر كبير على إعلان نتيجة الفائز ومن هو الرئيس للولايات المتحدة الأمريكية في هذا المركز الانتخابي لدينا اثنين آخرين سأنتقل إليهما بعد قليل الأعداد قليلة جدا قد قاموا بالتصويت المبكر والتصويت عبر البريد لذلك لا أعلم إذا كان فقط هو في قلب المدينة فقط هنا هل إذا انتقلنا إلى أطراف المدينة سيكون الوضع مختلف نحن هنا كما يسموه الداونتاون إلى حد الآن الوضع آمن لا يوجد حتى الكثير من القليل من المرة السيارات بدأت تتحرك اليوم اليوم هو بداية اليوم ربما سيختلف المشهد بعد ساعتين أو بعد ثلاث ساعات بالتأكيد إذن ما زال الوقت مبكر جدا في بنزلفينيا أعداد بسيطة من ذهبت يعني تدلي بأصواتها في ميشيغان عمر زكاة تليب أنه يعني باب الاقتراع سيبدأ بعد ساعة نحو ساعة من الآن أيضا النتائج من الملتقب أنها ستتأخر أيضا عمر في ميشيغان نعم نعم النتائج من المتوقع أن تتأخر وفق تصريحات أيضا وزيرة خارجية الولايات ميشيغان التي قالت إن هذه النتائج من الممكن أن تصدر بعد أسبوع بدلا من صدورها بعد يوم واحد وهذا أيضا ما تقوله الحملة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحملة الجمهورية هنا السبب في ذلك هو الأعداد الكبيرة للمصوطين عبر البريد ميشيغان تسجل أرقام قياسية كباقي الولايات صراحة في تسجيل أو في المشاركة بالتصويت المبكر بلغت عند إغلاق باب التصويت المبكر الليلة الماضية بلغت مليونين وسبعمائة ألف ناخب أمريكي من أصل ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف طلبوا هذه الأوراق الخاصة بالتصويت المبكر ربما العدد الباقي يلجأ إلى الذهاب اليوم إلى هذا التصويت لأنهم لم يصوتوا بشكل مبكر لكن إجمالي من سجل قبل أشهر للمشاركة في هذه الانتخابات هم سبعة ملايين وثمانمائة ألف شخص يقوموا بالتصويت ربما ليس جميعهم طبعا ولكن هؤلاء من يحق لهم التصويت الآن في ولاية ميشيغان الرقم القياسي الذي سجل للولاية كان في العام الفين وثمانية حيث شاركت ميشيغان بأكبر نسبة تصويت في تاريخها وانتخبت باراك أوباما وكان الرقم خمسة ملايين وثمانين ألف شخص لكن التوقعات بأن هذا الرقم سوف يكسر في هذه الانتخابات نظرا على حجم التصويت المبكر لكن نوضح نقطة التصويت المبكر ليس فقط مبني على رغبة حقيقية لدى الأمريكيين في التوجه بعداد كبيرة إلى الانتخاب ولكن ربما السبب الأبرز هو فيروس كورونا الذي يخشى الكثير هنا في ميشيغان التي تسجل أرقام كبيرة بالإصابة بفيروس كورونا يخشون الخروج والاختلاط بالآخرين لذلك هم اختاروا طريق التصويت المبكر فلننتظر حتى تنتهي هذا اليوم الكبير تنتهي ساعة هذا اليوم الكبير وينتهي التصويت ثم تصدر الأرقام الرسمية على ياتحال المخصصون من الموظفين الحكوميين لفرز هذه الأصوات التي قدمت عبر التصويت المبكر وأيضا عبر التصويت اليوم هم 1520 شخص وهذا رقم قليل إذا ما فحص الأرقام أو الأوراق التي وصلت بالتصويت المبكر وهذه هي المشكلة التي على أساسها ترى وزيرة خارجية الولاية أن التصويت أو أن فرز الأصوات قد يحتاج أسبوع وليس يوم واحد يوم طويل بطبيعة الحال نحن في بداية عملية التصويت سنكون معكم طبعا أولا بأول درس كل التفاصيل من مشيغن عمر بشير شكرا جزيلا وشكر موصول لكنانا الشريف من بنسلفينيا ولعمر محمد من فرجينيا يعطيكم ألف عافية زملائي شكرا جزيلا لكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر